أمنيا الآن وضعت المجموعة الإقليمية لدرك الوطن بولاية عنابة حدا لنشاط عصابة مختصة في استخراج المرجان والهجرة السرية بوادي سيبوس وأوقف الثمانية أشخاص ينتمون لهذه العصابة الناشطة في عدة ولايات من الشرق الجزائري وحتى في تونس وأفضت العملية إلى حجز عتاد جد متطور يقدر بأزيد من 10 مليار سنتيم واسترجاع 16 كيلورام من المرجان الملكي كانت معدة للتهريب كما تم حجز 19 مولد كهربائي و50 شبكة صيد و11 محركا بحريا و276 قرورة أكسيجين و61 بدلت غطس بجميع لواحقها وكذلك معدات توبغرافية مختلفة محضورة بالإضافة إلى حجز 13 قارب صيد تستعمل في استخراج المرجان وتهريب البشر نحو أوروبا التغطية كانت لعبد الناصر جلال تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنبا في ظرف قياسي من وضح حد لنشاط أخطر عصابات الناشطة على مستوى الشاري الساحلي ولايتي عنابا وطارف مورورا إلى غاية الحدود الشرقية خلال هذه العملية تم توقيف ثمانية أشخاص مشتبه فيهم وحجز عتاد متطور جد وحساس بالإضافة إلى 15 قارب صيد تقليدي 19 مولد كهربائي 11 محرك للقوارب نوعية معها بالإضافة إلى 276 قارورات غاز الأكسيجين خاصة للغطس وعتاد طوبغرافي متمثل في بوصلات أجهزة تحديد المواقع أعمدة تحديد العمق بالإضافة إلى سكاكين ومقالع وخططيف ومعاول مختصة في نهب المرد